انتي مش خايفة ان التمثيل ياخدك من غنى? مش قلقانة? اكيد قلقانة انه حاجة فيهم تاخدني من التاني مش ده بس انا قلقانة من الاتنين يعني انا نفسي ابقى في التمثيل في حتة حلوة جدا وطلع كل اللي عندي ولسه في حاجة كتيرة قوي نفسي اعملها وفي نفس الوقت خايفة برضو التمثيل ياخدني من المزيكة لانه انا محب الغنى انا اظن في موجة نظر انا المتوضع جدا ان الوحيدة اللي عرفت تتقلق في الاتنين بامتياز كانت الست شاد يالله ارحمه بتغني وبتمثل طبعا بس ده ليه لان هي جالها فرص كتير في التمثيل فيها هنا يعني 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 انا ما عرفش انهي فيهم اللي حصل اول يعني انا ما عرفش التاريخ طبعا بس تقصدي انه هي كان الفرصة متاحة لها ان هي ما تعمل فيلم تغني فيه اغنيتين تلاتة فهي عرفة تعمل الاتنين مع بعض فانا يمكن ده لسه محصلش فانا حاسة ان انا شوية عايز اعمل هنا وشوية عايز اعمل هنا يمكن السينما عندنا والدراما عندنا ما تسمحش ده بس المسرح وانتي بتمثلي مسرح يسمح بده بقوة طبعا بتعملي دع المسرح انا بعشق المسرح اه انا عملت ده من انا بعمل ده يعني معظم الوقت انا عندي حاجة كده بتشت مغناطيس للعروض اللي فيها هنا ورأسي وتمسي حاسة انا بعمل كل حاجة انا بحبها في نفس الوقت اخر حاجة عملتها كده كانت عرض المسرح وحشنة من اخراج دكتور اشرف زاكي طبعا دكتوري وحبيبي واستاذي واخويك كبير اه عملنا عرض اسمه المسرح وحشنة اه لا ده 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 مش الكترا اه اخراج محمد عبد المولا عاملينه في طبع مسرح الشباب اوكي اه ده غنيت فيه اغنية واحدة اغنية كانت مهداة طبعا من دكتوري عبد العزيز فلا المسرح وحشنة كان كنا عاملين كولاج بين كل المسرحيات القديمة المسرحيات اوه اللي هي مثلا اخرنا مثلا كان اجدد مصرحية كت لعبة ست اوه وكنا بنغني يعني كنت حتى المشاهد اللي انا فيها كنت شرم حمد علي كنت عاملها شريهن او كنت عاملها ومازن جمال ومشهد حمودة ودورة وعملت طبعا الفنانة القاديرة اوه شويكار كنت عاملة من سيدتي الجميلة وفؤد مهندس انا برضو ومازن وكنت عاملة لعبة الست سيمون لعبة وواحد زميلنا برضو اسمه زيزو وكان عامل لمحمد صبحي وكان بقى طبعا فيه بقى انترو فيه الفنال الفي الاخر اغاني فأنا طبعا كنت مستمتعة جدا اشتركوا في القناة